هجوم كيموي يضرب دوم المدينة الأخيرة التي لم تهجر بعد من الغطاة الشرقية أكثر من 150 ضحية أرداهم الهجوم معظمهم من الأطفال والنساء جراء قذائف أسدية أشارت التقارير الطبية أنها التحوي على غزي السارين والكلور المحرمان دوليا الفحالة اختناق أظهر الدفاع المدني عجزه أمام استيعابهم لم تحمي المدينة من 250 غارة خلال 24 ساعة مضت حصدت حياة 50 مدني آخر فيما زالت المفاوضات بين الروس وجيش الإسلام جارية لتفيد وسائل إعلام الأسد أن اتفاقا بالفعل قد تم إثر المجزرة وأن الحافلات بدأت بدخول المدينة لإخلائها من المدنيين ردود الفعل الدولية على كيموي دومة توالت ففيما أظهرت المملكة العربية السعودية قلقها وإدانتها البلغين إزاء المجزرة دعت بريطانيا لفتح تحقيق دولي عاجل ووصف أمين مجلس الأمن المجزرة بالبغيضة وبينما أدان بابالفاتيكان الهجوم على المدنيين والأطفال حملت واشنطن موسكو مسؤولية الهجوم وأكد الرئيس الأمريكي أن الأسد سيدفع ثمنا باهظا جراء استخدامه للكيموي هجوم الكيموي على الغوطة الشرقية لم يكن الأول من نوعه بل سبقه قرابة المئة وأربعين هجوم أدانت الأمم المتحدة الأسد بثلاثة منها على الأقل وفيما أكد جيش الإسلام الموجود بدوم قتل عناصر للأسد أطراف دوم مفشلا محاولة اقتحام لهم هناك يبقى السؤال المطروح متى سينتقل المجتمع الدولي من سياسة القول إلى سياسة الفعل لبرنامج هنا الرياض علي تباب